السلام عليكم البنات كديرين لبساليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد دا من قناة ليناز كيتشن اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد حليوة اللي كجي سهلة و بسيطة و مكونات دياله متواجدة في كل بيت ان شاء الله غادي نحتاجوا لها في المقادر 125 جرام ديال الزبدة زبدة عادية يعني اللي كننخذه في البواطة معاها واحد كاس تقريبا كاس العبار ديال العنبة ديال السكر حبيبات و غادي نخدمه مزيان بيديع معا ديال الزبدة غادي نزيد عليها كاس ديال الزيت و غادي ندخل الزيت في الزبدة والسكر انا كيجبني نخدم في القصرية حتى تكون متيسعة و كنناخد فيها راحتي في الخدمة غادي نزيد واحد ساشي دلفاني بايد غادي نخلط المكونات كاملين حتى يتجانسون لنا مع بعضياتهم و مايبقاوش لنا ذوك الحبيبات ديال الزبدة و السكر كيف كتشوفوا كنخدمهم على هالطريقة هادي من بعد غادي نزيد واحد جوج ساشي ديال الكاكاو او لرجم عالق كبار ديال كاكاو ما زال غادي نزيد الخنيشة التانية و نخلطهم مزيان مزيان و غادي نحتاج كذلك واحد نص معلقة ديال القهوة سريعة الدوابن و لا كيف كنقولو ناس كافي يعني غير نص معلقة من كالتروش صفين بعد ما زدت ناس كافي او لقاوة سريعة الدوابن غادي نزيد واحد القبيصة ديال الملحة و غادي نخلط المكونات ديالي كاملين بعد غادي نزيد الدقيق شوية بشوية يعني صراحة جانا ما حسبتش معكمش حال ديال الدقيق ولكن على حسب الخالط يعني أنتم غادي نشوفوا العجنة كيفاش غادي جي عندي كذلك وحد صاشي ديال الخميرة ديال حلوة و الخميرة ديال الحلويات نزيد مازال تانية دونك زوج ديال الخميرة ديال الحلويات غادي نخلطها مع دقيق و نخلط المكونات كاملين و غادي نستمر و انا و غادي نستمر في تخلط ديال للعجينة ديالي حتى تجمع و تقادلين بعد ما جمعت العجينة ديالي كجي نعلي هاد القيوام هاده مقاس حاش و كجي رطبة غادي نديرها في واحد البلاستيك و غادي نخليها تقريبا واحد خمسة دقايق و غادي نكورها كويرة على هاد شكل هاده و نحطها في اللاطة و غادي ندخلها الطيب من التحت و عد من الفوف على فران درجة الحرارة دياله 180 درجة بعد ما كتب لنا الحلوة ديالنا كندوب شكلات و كندير فيه كوكاو مهرمش او لكون كاسي و كنغطسها فيه و كنخليها تبرد و كجي نعلي هاد شكل هاده كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم و صراحة انك تجي بنينة و خفيفة و اقتصادية و المكونات ديالها متواجدين في كل بيت و ما تنسوش تخليوا ليالي لايك ديالكم و ليكو مونتغ ديالكم الزوينين و كالعادة الناس اللي ما زال ما اشتركوش في القناة اشتركو في القناة مرحبا بيكم و الف الف مرحبا و انتلقوا ان شاء الله في فيديو ما جي و ما تنسوش اللي عجبكم الفيديو تبارتاجيوه مع الناس صحابكم الاحباب ديالكم و مع السلامة و انتلقوا في فيديو ما جي ان شاء الله